اعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي اهلا وسهلا بكم مع موضوع من موضوعات مادة الرياضيات تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم موضوعنا النهاردة هيكون مراجعة عامة على المنهج اللي احنا درسناه على مدار الموضوعات اللي فاتت كلها خلينا نفتكر مع بعض ايه اللي احنا درسناه عشان خاطر نبقى الموضوع كله متصل ببعضه احنا درسنا في الوحدة الاولى واتكلمنا على العمليات على القسور الاعتيادية والعشرية من ضرب واسمة وعرفنا القسمة على عدد مكوم من 3 ارقام بيها كنا بناخد موضوعات جديدة ومنها كنا بنبني على دراسة سابقة خدناها في سنة 4 ابتدائي وبعد كده اتنقلنا على موضوع المجموعات وعرفنا ايه هي المجموعات والعناصر بتاعت المجموعات والعمليات الخاصة بالمجموعات من اتحاد وتقاطع وفرق والمجموعة الشاملة والمكملة وبعدين اتنقلنا للجزء الخاص بالهندسة وعرفنا فيه ازاي ارسم الدائرة ومفاهيم خاصة اساسية بالدائرة وكمان عارفنا المسلس وعارفنا ازاي ارسم ارتفاعات المسلس وازاي ارسم المسلس بمعلومية اطوال اضلعه بعد كده اتكلمنا على موضوع الاحتمالات وعارفنا ايه هي ازاي بحس بالاحتمال وايه هي انواع الاحتمالات والحدث المؤكد والحدث المستحيل وعارفنا كمان ازاي اكتب الفضاء الخاص بالعينة عرفنا كل المعلومات دي خلينا نحن نجمل كل المعلومات دي في امتحان هنبدأ معاكم ان احنا نراجع بحل امتحان خاص موجود في كتاب المدرسة معنا بحيث ان انت تقدر تتابعني وتشوف الاسئلة اللي موجودة وتبدأ تشوف حلناها ازاي بالاضافة للكتاب خلي معاك دايما ادواتك الهندسية وخلي معاك دايما ورقة تقدر تكتب فيها لو فيه اي معلومة انا قلتها انت حاقب ان انت تحتفظ بيها طبعا خليها ودوينها معاك بحيث ان الموضوع يكون بيفكرك جاهزين؟ يلا بينا نبدأ مع بعض المراجعة بتاعتنا هنبدأ بحل اول امتحان موجود معنا فهنبدأ الاول بسؤال اختيار من متعدد او اختيار ما بين القوسين ده هو السؤال بيجينا في الامتحان طبعا سؤال الاختيار المتعدد ده بيكون بداخله مسألة يعني هو في نفسه كل سؤال منهم مسألة فبالتالي ان احنا ما نلجأش خالص للتخمين لان ما فيش مجال للتخمين خالص للاجابة ولكن هي خطوات بتمشي عليها عشان توصل للاجابة الصحيحة فبالتالي لازم تحل بايدك كل سؤال عشان خاطر تقدر توصل به للاجابة خليها نبدأ كده ونشوف الفكرة بتاعتنا اول سؤال عندي بيقول المثلث الذي قياس زوايا 50-90-40 يسمى مثلث حد الزوايا منفرج الزوايا قائم الزوايا غير ذلك طبعا عندي القياسات اللي موجودة عندي ده قياسات زوايا فانا بحدد نوع المثلث بناء على القياسات اللي موجودة عندي هبدأ ان انا افكر وافكر معاك تماما كان احنا قدام ورقة الامتحان او قدام الاختبار بتاعنا قدام السؤال بتاعنا وانا عايز دلوقتي افكر في السؤال اللي هفكر فيه ازاي هبدأ احدد نوع كل زوايا والزاويا الاكبر هي دي اللي على اساسها حدد نوع المثلث خلينا نشوف كده مع بعض خمسين دي تبقى نوعها ايه حدد تسعين دي تبقى نوعها ايه قائمة طب اربعين درجة دي يبقى نوعها ايه حدد فبالتالي انا قدامي زاويتين حددين واحدة قائمة فالمثلث ده اكيد هيكون طبعا قائم الزاويا طيب ممكن السؤال ده يجيلي بطريقة تانية ويجيلي بصيغة اخرى ويروح ايلي ايه يقولي المثلثة لازل قياس زوايا خمسين واربعين وزاوية تانية سمها جيم مثلا ده يكون نوعه ايه طبعا انت عندك معلومة سابقة وانت عارفها من قبل كده ان مجموع قياسات زوايا المثلثة الداخلة بتساوي مية وتمانين درجة فبالتالي هتجمع الخمسين مع الاربعين هيدينا كام تسعين وبعدها هتعمل مية وتمانين ناقص التسعين فبيها هتقدر تحدد قيمة الزاوية التالتة وهتعرف ان هي تسعين وعلى اساس كده هتقدر تحدد نوع المثلث ان كان حاد او قائم او منفرج الزاوية يبقى السؤال دوت ممكن يجيلي بصغطين صيغة ان هو يكون مديه لك خلاص الزاوية والقياسات بتاعتها ويطلب منك بس النوع وصيغة ضمنيا انت لازم هتجيب قياس الزاوية التالتة فنكون في بالنا دايما المعلومة ان مجموع قياسات الزاوية الداخلة للمثلث تساوي مية وتمانين درجة خلينا نشوف السؤال اللي بعده بيقول اربعة واحد على تمانية ضرب اتنين واثنين على تلاتة المسألة اللي زي كده طبعا بتكون محتاجة ان احنا نبدأ ان احنا نعمل الكسر بتاعنا او نبدأ نشتغل عليه ان احنا نحطه في صورة بسط ومقام طب خلينا نشوف كده كنا بنعمل الحركة دي ازاي او كنا بنشوف الموضوع ده ازاي فكنت انا ببدأ ان انا اقول طبعا انا هضرب التمانية في الاربعة وهجمع عليهم من الواحد فهنعمل كده يبقى اربعة في تمانية بتساوي اتنين وثلاثين زائد واحد يعني انا عندي كده تلاتة وثلاثين على كام على التمانية الكلام ده هعمله في كام في الكسر اللي بعده هعمل نفس الطريقة بتاعتي اتنين في ثلاثة بستة واثنين تساوي تمانية يبقى اتنين في ثلاثة بتساوي ستة يبقى انا عندي كده الكسر التاني الصورة بتاعته تمانية على التلاتة احنا بنكتب هنا بس كده عشان افكرك بالخطوات بدل ما انا بقولها تبقى انت كمان شايف احنا بنعمل ايه وتفتكر معايا الخطوات بتاعتي طبعا انا ملاحظ كده ان عندي اقدر ان انا اقسم على التمانية واقسم على التمانية أو العوامل بتاعتها فالتمانية هنا يبقى فيها الواحد على التمانية هنا طبعاً يبقى فيها الواحد بعدين عندي 33 على الثلاثة در أقسم هنا على الثلاثة فيكون فيها الواحد على الثلاثة هيكون فيها كام الحداشر طبعاً المعلومات دي شوفنا زيها كتير في الحلقة الخاصة بضرب الكسور الاعتيادية نقدر نرجع لها ونقدر نحن نشوف الفكرة بتاعتها كويس أكتر وأكتر كمان طبعاً هبدأ أننا نشوف إيه اللي تبقى عندي كله تنسل مع بعضه او ان هو اختصرناه مع بعضه وتبقى عندي الرقم بتاعي 11 وبكده هتكون الاجابة الخاصة بالسؤال ده طبعا هتكون عندي هي كام انا طبعا بستنى شوية عشان قاطر اديلك وقت انك تقدر انك ايه توصل للحل بكل سهولة فطبعا هيكون الحل بتاعها هيكون كام هيكون 11 وانا متأكد ان احنا طبعا قدرنا نوصل للحل الصحيح خلينا نشوف السؤال اللي بعده السؤال ده مهم جدا وياكاد ما بيخلاش منه اي امتحان طبعا بيقول انا عندي مجموعة فيها مجموعة عناصر السبعة والعشرة المجموعة دي جزئية من المجموعة اللي جنبها اللي هي عشرة وسين زائد اربعة فانا عايز اخلي المجموعة الاولانية جزئية من المجموعة التانية طبعا احنا فيه شوية معلومات حابين ان احنا هنفكركم بيها اولا عشان تكون مجموعة جزئية فلادما العناصر اللي موجودة في المجموعة الاولى تكون موجودة كمان في المجموعة التانية فماقدرش ان انا اقول ابدا ان المجموعة سبعة وعشرة كلها كده موجودة هنا الى لو تواجد العنصرين اللي هما سبعة وعشرة طب انا ملاحظ ايه انا ملاحظ ان الرقم عشرة موجود في المجموعة الاولى وموجود في المجموعة التانية يبقى فاضل الرقم مين اللي هيكون موجود في المجموعة التانية محتاجه إن هو يبقى موجود معايا هو مين؟ السبعة فبالتالي أنا عندي سين زائد أربعة بتساوي مفروضاً عايز الرقم ده يكون كام؟ سبعة فأنا بسأل نفسي سؤال بسيط جداً كام زائد أربعة يساوي سبعة؟ طبعاً أنا عارف إن الإجابة هتكون ثلاثة برضو عليك فبالتالي الإجابة الصحيحة تبقى الثلاثة يبقى إحنا بكده قدرت إن أنا نراجع على الجزئية الخاصة للمجموعة الجزئية أنا عندي كمان فيه نقطة يعني مهمة جداً في المجموعة الجزئية إن إنت إزاي توصل للمجموعات الجزئية من مجموعة عندك يعني لو أنا عندي مجموعة اللي هي زي السبعة والعشرة إيه هي المجموعات الجزئية منها؟ السؤال ده مهم جداً ويكاد ما بينتبهلوش الكتير من أخواتي الطلبة طيب إيه المجموعات الجزئية من السبعة والعشرة؟ عندي السبعة في مجموعة جزئية لوحدها عندي العشرة في مجموعة جزئية لوحدها عندي السبعة والعشرة مجموعة جزئية من نفسها وكمان عندي الجزء المهم جدا أن الفاي مجموعة جزئية من أي مجموعة فبالتالي دي من النقاط المهمة جدا اللي موجودة عندي في المنهج فيبقى كده أنا ليه اخترت الرقم 3 عشان خاطر أنا ملاقيتش العنصر 7 موجود ضمن المجموعة الثانية فأنا لازم عشان خاطر يبقى مجموعة جزء من مجموعة أن العناصر اللي موجودة هنا تكون بالكامل متواجدة في المجموعة الأخرى السؤال اللي بعده عندي بيقول 3.75% في ألف في حال عملية الضرب احنا خدنا طبعا ضرب الكسور العشرية في عشرة ومية وألف وخدنا كمان الاسم على عشرة ومية وألف زي ما هيجلنا أسئلة كمان جاية طيب يبقى 3.75% في ألف دي أتصرف معاها ازاي؟ احنا اتفقنا في خلال عملية الضرب إن أنا بحرك العلامة بتاعتي جهة اليمين برافو عليك فبالتالي أنا وأنا بعمل عملية الضرب هشوف موضع العلامة بتاعتي موجود فين زي ما احنا شايفين كده وهبدأ على طول إن أنا حرك العلامة بتاعتي بحسب عدد الأصفار اللي أنا بدرب فيها يعني هقول كده العلامة العشرية هي هبدأ إن أنا حركها كم حركة جهة اليمين هحركها ثلاث حركات بالشكل ده يبقى دي حركة وقادي التانية وكمان التالتة فأنا محتاج هنا إن أنا حط كم إن أنا حط عندي كمان صفر فبالتالي العلامة العشرية خلاص اتأخرت أو خرجت برا الرقم وتبقى عندي كمان الصفر وعليه هيبقى اللي اختيار الصحيح هو فين أنا متأكد طبعا إن اللي كان بتابعنا واللي كان معانا على طول هيقدر يوصلها بمجرد النظر على طول فهنقدر نقول طبعا إن الإجابة الصحيحة هي 3750 السؤال اللي بعده بيقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين طبعا أنا عندي واحد على الاتنين أو نص وثلت مين فيهم الكبير تفتكرون؟ طبعا إحنا كنا قلنا في موضوع مقارنة الكسور الاعتيادية والمقارنة بينها وبين بعض اتكلمنا في نقطة مهمة جدا وقلنا إن أنا عندي طريقة كده لو البسط مش متساوي ولا المقام متساوي أنا عندي هنا البسط متساوي لكن قلنا كمان طريقة لو البسط مش متساوي فخلينا نقول الجزئية بتاعت السؤال ده وفكرك به التلات حالات بتوعنا طبعا لو أنا عندي البسط متساوي لو عندي البسط في الكسرين متساوي فإن المقام الأكبر هو الكسر الأصغر يبقى تاني كده لو أنا عندي البسط فوق البسطين اللي فوق قد بعض فيهم رقمين مساويين لبعض فإن المقام الأكبر هو الكسر الأصغر وكده بقى أنا حلتها طيب العكس لو المقامين متساوين زي إيه مثلا زي 1 على 4 و 3 على 4 المقامين كده متساوين فإن البسط الأكبر هو الكسر الأكبر يبقى أنا عندي في حالة البسط الموضوع بيختلف طبعا يبقى أنا دلوقتي أن الحالة بتاعتي هو أن البسطين متساوين فهعمل إيه؟ فهقول والله أنا عندي هنا واحد وهنا واحد فالبسط متساوي فهشوف المقام المقام الاكبر هو ده الكسر الايه الاصغر فبالتالي طبعا هلاقي ان النص هو الايه الاكبر طيب لو كان البسط والمقام ارقام مختلفة عن بعضها فقولنا بنطبق طريقة كده نقول عليها طريقة المعص ان انا بضرب بالشكل ده كده يعني لو انا هلجأ للطريقة دي في الحالة دي فهضرب الاثنين في الواحد فهقولها هكتبه هنا كده واقول هنا كده اثنين وهضرب التلاتة في الواحد وهقول هنا كده عندي كام تلاتة وعليه هيبقى عندي فين الكسر الاكبر او فين الرقم الكبير هتبقى هي التلاتة وبكده يبقى النص هو ده الرقم الكبير يبقى تاني انا عارف القاعدة بتاعتي اللي بتقول ان اذا اتحدت المقامات فان البسط الاكبر هو الاكبر واذا اتحدت البسط فان المقام الاكبر هو الكسر الاصغر طيب يبقى احنا كده عرفنا ليه النص هو الكبير نشوف الشكل التاني او نشوف السؤال اللي جاي سؤال مهم جدا 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 واحنا اتعاملنا فيه قبل كده بيقول الرمزة الذي يعبر عن الجزء المظلل طبعا احنا كنا تكلمنا على الحالات الخاصة بالعلاقات ما بين المجموعات وبعضها وقلنا ان احنا عندنا اتحاد وتقاطع ومجموعة جزئية وفرق وغيره طب المنطقة المظللة دي بتعبر عن اين لو انا عايز اعبر عن المنطقة المظللة دي اعبر عنها هل هي سين اتحاد صاد؟ هل هي سين تقاطع صاد؟ هل هي صاد مجموعة جزئية من سين؟ هل ده بيعبر عن ان سين مجموعة جزئية من صاد؟ طبعا هنلاقي طبعا الاجابة الصحيحة هتكون ان هو بيعبر عن سين تقاطع صاد طب خلينا نفتكر مع بعض كده لو انا عايز اعبر عن سين اتحاد صاد فانا هلون سين وصاد بالكامل لو أنا هعبر عن سين اتحاد صاد فهيكون عشان نعرف بس بقية الاختيارات أختارها إمتى فلو أنا عندي سين اتحاد صاد فهتلاقي ملون لك السين بالكامل والصاد بالكامل يعني كل الشكل كله هيكون متلون طب لو صاد مجموعة جزئية من سين فهتلاقي السين عبارة عن شكل كبير وصاد بداخله وهتلاقي إن هو بيعبر لك كده إن صاد مجموعة جزئية منها طيب سين فرق صاد هيكون الشكل أصلا إن سين هي دايرة صغيرة وصاد هي الدايرة الكبيرة تعالوا مع بعض نشوف السؤال اللي بعده طبعا هنا برضو كأنها مسألة أنا بتعامل مع الضرب في عشرة ومية وألف تاني بس بشكل مختلف بيقولي الرقم 552 و41 جزء من مية في مية هيكون أكبر النتج بتاعه هيكون أكبر ولا 552 و41 جزء من مية في عشرة طب إيه اللي هيطلع لي رقم أكبر طبعا أنا هبدأ أن أنا أجري عملية الضرب بتاعتي وهبدأ أشوف الناتج وهبدأ أن أقارنه بعض طبعا لو أنا هضرب في مية فهيطلع الرقم بتاعي هيكون هيكون خمسة وخمسة واثنين أنا كده ما غيرتش حاجة في الرقم وأحرك العلامة العشرية بتاعتي كم حركة جهة اليمين حركتين فهتبقى خرجت برا الرقم فبقى الرقم بتاعي 55241 طيب لو جينا للرقم اللي جنبه أو الجزء الثاني اللي على جهة اليسار فهلاقي أن أنا لو ضربت في عشرة حرك العلامة العشرية بتاعتي بس حركة واحدة جهة اليمين فهيبقى الرقم بتاعي خمسة خمسة اتنين وآدي الأربعة وهحط العلامة العشرية طبعا ما نساش وآدي الواحد طبعا لو أنا لاحظت هعرف طبعا بمجرد النظر إن طبعا خمسة وخمسين ألف ومتين واحد واربعين أكبر من خمسة تلاف خمسمية أربعة وعشرين وبكده بأنا حليت لايه السؤال بتاعي بكل سهولة وقدرت إن أنا عرف فين الرقم الكبير فهلاقي مين طبعا هلاقي إن هي الرقم اللي هو مضروب في مية اللي هو خمسة وخمسين ألف ومتين واحد واربعين هيكون أكبر من خمسة تلاف خمسمية أربعة وعشرين وواحد من عشرة السؤال اللي بعد كده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين السؤال ده مهم جدا 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 لازم نكون عندنا تفكير واتقالنا كده وأنا بشتغل فيه بيقول لي 2 على 3 في كام بيساوي واحد طبعا أنا عارف إن أي رقم أي كسر اعتيادي أي كسر فيه مقلوبه هيديني الواحد يبقى تاني أي كسر في مقلوبه هيديني الواحد يعني إيه؟ يعني لو أنا مثلا عندي بقول 3 على 4 المقلوب بتاعها 4 على 3 لو أنا بقول 5 على 6 يبقى المقلوب بتاعها 6 على 5 يعني 5 على 6 6 على 5 على طول هيديني الواحد اثنين على ثلاثة في ثلاثة على الاثنين هتبقى الواحد بالضبط كده هو ده الفكرة بتاعتك يبقى أنا دلوقتي عندي الحل الصحيح بتاعي هيكون ثلاثة على الاثنين تعالوا مع بعض نشوف السؤال اللي جاي ده وتكده فيه فكرة مهمة جدا جدا وأعتقد أن أنتوا تعرفوا تحلوها بسرعة بصوا كده معي بيقول تلاثة واربعين يوم عايز أقربها لأقرب أسبوع يبقى أنا عندي الرقم كده بتاعي تلاثة واربعين يوم تقريبا كم أسبوع طب هبدأ أفكر فيها إزاي حاجة زي كده هبدأ أفكر فيها إزاي هبدأ أن أنا والله أكتب أسأل نفسي كده هو أولا الأسبوع ده فيه كم يوم فيه سبعة أيام فأنا هقسم التلاثة واربعين يوم على الأسبوع على السبعة أيام بتوعي يبقى تلاثة واربعين يوم هكتب كده تلاثة واربعين على السبعة لو حبيت ان انت تكتبها في شكل عدد صحيح وكسر هتكتبها ازاي هتحط السبعة سبعة في كام او تلاتة واربعين على السبعة فيها كام طبعا هتبقى فيها الستة ويتبقى ان كام واحد ستة وواحد على سبعة طبعا الواحد على سبعة طبعا ده هيكون اقل من زي ما احنا كنا بنقول كده الرقم بتاعنا ده لو اقل من خمسة لو عندي في الرقم اللي قبله خمسة فيما فوق بنزود واحد لو اقل من خمسة فبنقلل واحد طبعا انا بضرب الرقم دوت فيه اتنين لو الرقم دوت كان زيادة على اللي تحت لو ضربت الرقم اللي فوق في اتنين وكان زيادة على اللي في المقام فبزود واحد لو غير كده ودي احنا درسناها في الصف الرابع لو غير كده فانا طبعا بكتبه زي ما هو فهيبقى اقرب رقم عندي هو مين اقرب رقم عندي هيكون الستة يبقى تاني كده اللي انا عملته عملت ايه كل اللي أنا عملته إن أنا بدأت إن أنا أحول في الوحدات إحنا خدنا في الوحدات بتاعتنا إن من الوحدات قياس الوقت أو الزمن هو إن أنا اليوم والشهر والإسبوع فأنا عارف دلوقتي إن عدد الأيام بتاعي 43 أنا عارف إن الإسبوع الواحد بيكون في كم يوم في سبعة أيام فرحت أنا عامل إيه أسم 43 على السبعة 43 على السبعة أدني 6 و1 على 7 فأنا بدأت أشوف الكسر اللي موجود عندي ده هيديني رقم قد إيه أو عنده تقريب لأقرب أحد التقريب للأحد يعني فبدأت إن أنا أضربه في 2 2 2 x 1 2 أقل من السبعة خلاص إبقى أنا مش هزود أي حاجة على السبعة وهسيبها الستة زي معي طب لو كان مثلا كان الرقم اللي موجود عندي مثلا 5 و2 على 3 فأنا هضرب الثلين اللي فوق اللي 2 على 3 دي في 2 2 في 2 ب4 أكبر من 3 يبقى هتزود 1 على الرقم اللي موجود عندك إ錯ي أي وطر يمر بمركز الدائرة يسمى إيه فيها؟ أي وطر يمر بمركز الدائرة يسمى إيه؟ دلوقتي إحنا بنسأل فيه المفاهيم الخاصة بالدائرة طيب عندي في الدائرة أخذنا أكثر من مفهوم المفهوم الأولاني هو نصف قطر الدائرة وقالنا هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن قطع المستقيمة الوصلة ما بين مركز الدائرة وأي نقطة على الدائرة وعرفنا كمان إيه هو الوطر؟ الوطر هو عبارة عن القطع المستقيمة التي تصل بين أي نقطتين على الدائرة وعرفنا بعد كده كمان إن القطر، القطر عبارة عن إيه؟ فلقيت إن القطر عبارة عن هو أي وطر ويكون بيمر بمركز الدائرة فطبعا إن عندي أي وطر هيمر بمركز الدائرة هسميه قطر في الدائرة السؤال اللي بعد كده موجود عندي مجيني مجموعتين بيقولي خمسين واثنين وخمسة طبعا أنا شايف إن الخمسين كمجموعة ما هيش جزء من الاثنين وخمسة أنا عندي العنصر اللي موجود هنا اسمه خمسين والعنصر اللي موجود في المجموعة التانية اسمه اثنين وخمسة وعليه فأنا طبعا هلاقي إن دي ليست مجموعة جزئية اللي بعده بيقولي اتناشر وتلاتة من عشرة في كام بيساوي اتناشر وتلاتين أو الف ومتين وتلاتين أنا دلوقتي محتاج إن أنا أحرك العلامة العشرية بتاعتي كام حركة عندي طبعا أحركها حركتين فبالتالي فأنا هضرب في مية اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقولي صاد خلي بالكم من السؤال ده عشرة السؤال ده مهم جدا 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 بيقولي صاد بتساوي اتنين واربعة وستة تقاطع واحد واثنين وتلاتة في الأول اعرف المجموعة صاد دي فيها عناصر ايه يبقى هي بتقولك هي عبارة عن التقاطع طب التقاطع ما بين المجموعتين دول هو ايه طبعا هلاقي إن أنا عندي اللي اتنين يبقى صاد بتعبر عن بروح فاتح قوس كده واقول صاد بتساوي اللي اتنين واقفل ايه القوس بتاعي طيب هل الستة هتبقى موجودة في المجموعة صاد؟ لا طبعا مش موجودة فأنا هقول لا تنتمي السؤال اللي بعد كده بيقولي خمسة على التمانية ولا خمس تلاف سبعمية أربعة وثلاثين جزء من عشر تلاف طبعا السؤال ده لازم حول الكسر الاعتياجي اللي موجود عندي ده لكسر عشري عشان أقدر إن أنا أقارنهم ببعض فهبدأ إزاي أعمل الموضوع ده فأنا هضرب التمانية دي في مية خمسة وعشرين فهلاقي إن التمانية في مية خمسة وعشرين هتساوي الألف طبعا زي ما خدنا إزاي بحول للكسر العشري وخمسة في مية خمسة وعشرين تساوي ستمية خمسة وعشرين وبالتالي الرقم ده لو أنا هكتبه فهيبقى علامة عشرية وستة اتنين خمسة ستمية خمسة وعشرين جزء من الألف هتبدأ تقارن طبعا صفر مع صفر خلاص العلامة مع العلامة الخمسة ولا الستة مين الأكبر فهلاقي طبعا إن هي الستة وبكده هلاقي إن الخمسة على التمانية هتكون أكبر من الرقم التاني ودروقتي تعالوا مع بعض نحل مثال على الجزء الخاص بالاحتمالات وأمثلة كمان جاية يلا بينا تعالوا نحله على البورد بيقول لي في الجدول المقابل يبين نتيجة استطلاع رأي مئة تلميذ حول اللعبة المفضلة لديهم أنا سألت مئة تلميذ قلت له إيه اللعبة اللي أنت بتحب تلعبها وبعدين إذا اخترنا تلميذ عشوائيا فإذا خطير تلميذا عشوائيا فما احتمال أن يفضل أحدهم لعبة كرة اليد تعالوا مع بعض كده نقرأ مع بعض الجدول اللعبة عندي كرة القدم بيحبها خمسين كرة اليد أربعين كرة السلة عندي عشرة أنا عايز احتمال إيه؟ احتمال أن يفضل أحدهم كرة اليد هبدأ أن أنا أحسب الاحتمال بتاعي إزاي؟ طبعا هقول زي ما تعلمنا قبل كده ببدأ أن أنا شوف الحدث بتاعي دوت العدد بتاعه كام؟ فهلاقي أن العدد بتاعي كام؟ أربعين طب مجموع النواتج كلها كامس تطلع رأيي كم تلميذ؟ مئة تلميذ فبالتالي هكتب أربعين على المية لما أجي أن أنا أختصر طبعا الصفر مع الصفر وهنا على الاتنين وهنا على الاتنين هيديني اتنين على الخمسة وخلي بالك كمان لو سألك على فكرة التنبؤ لو أنا خليت العينة بتاعتي بيت ألف فأنت هتعمل على طول الألف فيه اتنين على خمسة وتطلع النتيجة تعالوا مع بعض نشوف السؤال اللي بعده السؤال خاص بالترتيب خد بالك في فكرة الترتيب عشان بتطلخبطه دايما اقرأ وعايز ترتيب إيه؟ رتب تنازلياً التنازلياً يعني من الكبير للصغير من الكسر الكبير أو من الرقم الكبير للرقم الصغير طبعاً هبدأ أني نشوف عندي خمسة ونص ستة وربع خمسة وتلاتة على الاربعة خمسة واثنين على الخمسة أنا عايز أني أعمل الترتيب بتاعي فهقول أن الترتيب هو وهبدأ أني أنا أشتغل طبعاً من الطلبة الشطار طبعاً على طول هيلقط هيلقى أن الستة هي أكبر منهم كلهم هي أكبر عدد صحيح موجود فهيبدأ يكتب أن هي الستة وربع هو ده أكبر كسر عندي بعدين الأكبر منه مين؟ عندي الخمسة ونص خمسة وتلاتة على الاربعة خمسة واثنين على خمسة طبعاً في ناس عارفين أصلاً التحويل بتاع الكسور دي بشكل عشري يعني دي كده عبارة عن خمسة وخمسة من عشرة دي كده خمسة وتلاتة على الاربعة اللي هي خمسة وخمسة وسبعين من مية خمسة واثنين على خمسة اللي هي خمسة واربعة من عشرة فبالتالي طبعاً قادر إن هو يتعامل معاها على طول فهنبدأ على طول نلاقي إن الكسر الكبير بعد كده طبعاً هو خمسة وتلاتة على الاربعة وبعدين هلاقي الكسر اللي بعد كده هو الخمسة ونص وآخر حاجة هلاقي إن أصغر حاجة عندي هي خمسة واثنين على الخمسة وبكده يبقى أنا لتبتهم طبعاً ستة وربعة هو دوة الكسر الكبير بعد كده خمسة وتلاتة على الاربعة وبعد كده عندي خمسة ونص اللي هي خمسة وخمسة من عشرة وخمسة واثنين على خمسة اللي هي هتكون خمسة واربعة من عشرة السؤال اللي بعد كده من الإسئلة المهمة جداً بيقولي أكمل الفراغات الحاجات المسلمات اللي بتقوى دايماً موجودة عندنا اللي هي احتمال حدوث الحدث المؤكد هو كام طبعاً الحدث المؤكد اللي هو اللي على طول بيحصل فما فيهوش أي مشكلة عندي فبقول واحد طب احتمال حدوث الحدث المستحيل هو طبعاً هيكون صف لأنه هو مش ممكن يحصل فبالتالي احتمال حدوثه هيكون صف السؤال اللي بعد كده بيقول عند إلقاء حجر نرد فانعارف كده النفيه عندي من واحد لحد ستة فإن احتمال ظهور عدد أولي خد بالك أولاً أولي ثانياً يكون أقل من خمسة عدد أولي زي إيه؟ اتنين وتلاتة وخمسة أقل من خمسة يبقى أنا مش هاخد الخمسة فهيكون اتنين على الستة واحد على التلاتة وبكده نرجع مع بعض ونشوف إيه اللي احنا تعلمناه تعالوا وبكده نكون حلينا جزء من الامتحان الأول في الكتاب الجزء التاني من الامتحان هنكمله في الجزء التاني من الحلقة وإن شاء الله أشوفكم على خير وأتمنى أني حنحل كتير وأشوفكم إن شاء الله على خير